أعلنت وزارة التنمية المحلية البدء في تلقي طلبات الشركات الراغبة في تشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن هذه الخطوة تأتي في خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزرا في 22 محافظة بتكلفة تقدر بمليار و 600 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي